شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين الله صل على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العلي العظيم هذه الآيات المباركات تتناول العلاقة بين الاستغفار من جانب وبين الرفاح والعمران والثروة الاقتصادية والثروة البشرية والرخاء من جانب آخر هذه المفردات الرفاح والرخاء والثروة البشرية والثروة والثروة الاقتصادية والعمران لها أهمية كبيرة في حياة الإنسان الإنسان لا يكتفي بالضروريات في حياته من ناحية المأكل الإنسان يكفيه قوت يقيم صلبه إذا واحد يأكل خبز وملح ويشرب الماء هذا يكفي الإنسان في حياته كما يفعل بعض العباد وكما يفعل بعض الزحاد وكما يفعل بعض المرتاضين يكتفون في اليوم والليلة بلوزة واحدة لوزة واحدة يأكله ولكن هل الإنسان يكتفي من القوت بهذا المقدار الجواب كلا من ناحية المسكن الإنسان يكفيه مكان يضله ويكنه ولو كان هذا المكان مغارة في جبل ولكن هل يكتفي الإنسان بهذا المقدار الجواب على ذلك كلا الإنسان يحب أن يكون له بيت وبيت يعيش فيه الرفاح الإنسان من ناحية الملبس تكفيه خرقه تستر سوأته ولكن هل الإنسان يكتفي بهذا المقدار الجواب كلا وإنما الإنسان يحتاج إلى الملابس التي تعتبر زينة له إذن الإنسان يبحث عن الرفاح والرخاء والثروة هذا التوجه الموجود في الإنسان ما هو موقف الدين منه الإسلام ضد هذا التوجه كما هناك بعض الأديان بعض المذاهب ضد التوجه المادي في الحياة الجواب على ذلك كلا الإسلام الإسلام يبارك هذا التوجه ويشجع هذا التوجه ما فيه إشفا أن تكون للإنسان دار وسيعة هذا في منطق الإسلام من السعادة من سعادة المرء دار وسيعة وسيعة رجل جاء إلى الإمام صلوات الله عليه الإمام قال له مضمون الحديث لماذا لا تبدل بيتك هذا بيتك ليش ما تغيره وقال الرجل هذا البيت هو إرث من أبي أبي كان يسكن في هذا البيت وأنا ما أحب أغير هذا البيت فقال له الإمام إذا كان أبوك لا يفهم أنت أيضا لا تفهم الإنسان الذي يعيش في دار ضيق هذا إنسان لا يفهم في منطق الإسلام وهذا عجيب الإسلام المرتبط بالآخرة والمرتبط بالروحانيات هذه البيوت الضيقة هذه تورث الكآبة في النفس ليش الآن أكو مرض الكآبة هذا من أسباب يعيشون في بيوت ضيقة ما فيها انطلاق ما فيها سعة في شقق مثل الأقفاص الإنسان في هذا البيت يبتلى بالكعاب إذا أبوه لا يفهم هو أيضا ينبغي أن لا يفهم فإذا من سعادة المرء في منطق الإسلام أن تكون له دار وسيء من سعادة المرء في منطق الإسلام أن تكون له دابة سريعة هناك لاحظوا كلمات بعض الفقهاء لعلهم ذكروا هذا المطلب في كتاب الجهاد هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه راجعوا كتاب الجهاد بعض الفقهاء ذكروا حتى أنه ينبغي بيت المسلم يكون أعلى من بيت الكافر إلى هذا المقدار حتى في البيت إذا أكو عندنا جار كافر بناؤه إلى حد معين أنا ما أكون أقل منه ولا مساوي إليه وإنما ينبغي أن يكون بيتي أعلى من بيت إلى هذا الحد من ناحية الثروة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه بعض الفقهاء راجعوا كتاب الجهاد يقولون ينبغي أن يكون أثر الأثرياء هم المؤمنون يعني لا يكون هناك يهودي أو مسيحي يتحكم بالاقتصاد العالم لا أثر الأثرياء يجب أن يكون هم المؤمنون الروايات في هذا المجال كثيرة جدا ودقيقة وعجيبة من الأشياء التي يوجد تحذير في الرواية لا تبيعوا بيوتكم هذا بالروايات أكو أكو بعض الأفراد يبيعون بيتهم ويأخذون المال ويتجرون به أو يصنعون ما يشاء أكو في بعض الروايات ناهي عن ذلك البيت حافظ عليها البيت لا تبيعة لأن البيت ثابت بينما هذا المال يمكن أن يخسر فيه الإنسان شاهدنا أن الإسلام مو ضد الرفاح ومو ضد الرخاء ومو ضد الإزدهار الاقتصادي ومو ضد الثروة وإنما يبارك ذلك ويشجع ذلك أيضا هذه الآيات المباركات تتناول العلاقة بين الرفاح والرخاء والعمران والثروة الاقتصادية والنمو البشري والإزدهار تبين العلاقة بين هذه المفردات وبين الاستغفار ما هي هذه العلاقة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار الإنسان إذا استغفر الله سبحانه وتعالى ثلاثين عام أربعين عام عصد الله سبحانه وتعالى بكلمة واحدة استغفر الله ربي وأتوب إليه أو استغفر الله وهذا الشهر شهر رجب اللي اليوم أول أو بكرة أول هذا الشهر شهر الاستغفار في الحديث فأكثروا فيه من الاستغفار الإنسان ينبغي أن يستغفر في هذا الشهر أنواع متعددة من الاستغفار ذكرات ولها آثار عجيبة ما هي العلاقة بين الاستغفار وبين الثروة وبين الرفاء وبين الرخاء هذه العلاقة يمكن أن نفسرها بأحد تفسيرين التفسير الأول والظاهر أنه لا توجد هناك منافات بين هذين التفسيرين أحد هذين التفسيرين يكمل الآخر التفسير الأول يبتني على تحليل هذه العلاقة تحليلا طبيعيا ماديا هذا النوع الأول الجواب الأول هذه العلاقة علاقة طبيعية كيف تكون هذه العلاقة علاقة طبيعية الاستغفار والعودة إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إلى الله والإيمان لأن هذه الآية خطاب من نوح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام إلى قومه استغفروا الله من الكوفر من الشرك من الذنوب هذه العودة إلى الله تعالى تحتوي على مجموعة من القيم وهذه القيم هي الركائز التي تبتني عليها الحضارة وتبتني عليها المدني الحضارة المادية تبتني على ماذا تبتني على ركائز جميع هذه الركائز موجودة في العودة إلى الله تعالى والعودة إلى منهج الله الحضارة مثلا تحتاج إلى العلم الآن التطور الذي حصل الآن مبتني على العلم الدين يشجع على العلم يقول حتى في ليلة القادر اللي هي ليلة العبادة أفضل الأعمال العلم وطلب العلم أكو الدين في العالم يشجع على العلم بهذا المقدار يقول إذا دخلت المسجد ووجدت حلقة الذكر وحلقة علم روح إلى أي حلقة إلى خلقة العلم أو إلى خلقة الذكر لا الدين يقول روح إلى خلقة العلم أكو أكو الدين في العالم يشجع على العلم بهذا المقدار أكو الدين في العالم يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء هذه الآية التي أبهرت ذلك العالم الغربي الكبير بل حقا هذه الآية موجودة في القرآن الكريم في قرآن إذا أكو هذه الآية اشهد أن هذا القرآن اشهد أنني أشهد أن هذا القرآن من عند الله أكو دين في العالم يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مثل الإسلام إذن العلم من ركائز التقدم الدقة الدقة الشديدة في الصناعة في الكتاب في كل شؤون الحياة هذه من ركائز التقدم الدين يقول حتى عندما تبني اللحذ هذه اللبنات أتقن وضعها لحذ هذا ميت رايح الآن هذه اللبنات توضع جوه في القبر مو طبق الظاهرية لا داخل القبر في اللحد الذي يكون باتجاه القبل الميت تخلوه هناك وتخلوه اللبنات ثم تطلعون وتسدون فوهة القبر الدين يقول هذه اللبنات أتقن وضعها حقيقة لاحظوا عظمة هذا التعليم رحم الله امرأ عمل عملا فأتقن يفيد أو ما يفيد أنت أتقن عملك أنت معلك من ركائز التقدم النظم المهم جدا الآن العالم الغربي مهتم بالنظم إلى أبعد الحدود الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه في وصيته قبيل وفاته يقول ونظم أمركم من ركائز التقدم الحريات الآن العالم المتطور ليش تقدم بعض التقدم لأن عنده شوية من الحرية ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الحرية التي لا نجدها الآن في أي بلد من بلاد العالم النبي صلى الله عليه وآله يقول الأرض لله ولمن عمرها روح إلى أي مكان عمر أي أرض بأي مقدار تريد قد مم ركائز التقدم إذا هذه القوانين تطبق في المجتمع قانون العلم الدقة النظم الحرية التجربة أمير المؤمنين صلى الله عليه يفتخرون بأنه نحن بدأنا عهد التجربة من القرن الكذائي أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول الرأي الرجل على قدر تجربته لاحظوا دقة هذا الحديث بقدر التجربة يكون النضج ويكون الرأي إذن في الواقع المجتمعات إذا عادت إلى الله سبحانه وتعالى هذه العودة العودة إلى الإيمان العودة إلى الفضيل العودة إلى الأخلاق الله تعالى يفتح عليها أبواب البركات ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هذا الجواب الأول الجواب الثاني أنه ما هي العلاقة بين الاستغفار والعودة إلى الله وبين الرخاء وبين الرفاح الجواب الثاني هذا جواب نحن نعتقد به نحن الإلهيين والعلم لا ينفي العلم ميت مكن يكتشف هذه العلاقة العلاقة الغيبية يقول أنا شغلي بالمختبر بالتحليل المختبري ولكن هل هناك علاقة وراء ذلك يقول ما أعلم أنا ما عندي القدرة على الكشف عن العلاقات الغيبية ولكن الدين يقول أنا أقدر على الكشف إحاطتي أكثر هناك علاقة غيبية الله سبحانه وتعالى جعل علاقة غيبية بين الاستغفار والثروة فقلت استغفروا ربكم ما هي آثار الاستغفار إنه كان غفار الله يقبل انته وكان يعني من قديم هذا ليس شي حاد وليس مرة يغفر مرة ومرتين وثلاث مرات وعشر مرات إنه كان يعني هذه سنة إلهية غفار كثير الغفر هذا الباب الذي لا يغلق أبدا ولكن هناك آثار دنيوية أيضا للاستغفار هذه الآثار في الآية الكريمة خمسة الأثر الأول يرسل السماء عليكم مدرار المطر الإنسان إذا استغفر الأمة إذا استغفرت تأتي الرحمة الإلهية في صورة أمطار والأمطار جدا مهمة في الحياة البشرية في الحضارات الإنسانية الآن الدنيا تتجح إلى أهمية الماء العلماء يقولون لاحظوا تصريحاتهم الحروب القادمة خروب على شنو خروب على الماء المعارك القادمة مو على الأرض هكذا يقولون وإنما على الماء الماء جدا مهم يرسل السماء عليكم مدرار أمطار غزيرة هذا الأثر الأول الأثر الثاني ويمددكم بأموال إذا واحد يريد الثروة إذا واحد يريد الرزق يستغفر الله تعالى إذا واحد في يوم من الأيام وقع في ضائقة مالية يستغفر الله إذا واحد أبطأ عليها الرزق يستغفر الله هذا هذا الاستغفار يؤثر في ويمددكم بأموال هذا الأثر الثاني الأثر الثالث وبنين هناك بعض الأفراد لا أولاد له ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه حقيقة البيت الذي لا ولد فيه بيت ميت البيت اللي فيه ولد بيت فيه حيات فيه حيوية البيت اللي ما فيه ولد بيت ميت أكو حل لذلك نعم العلم أحيانا يقول أنا بعد ما أقدر أنا قمت بما ينبغي بعد أكثر من هذا أنا ما أقدر إذن باب الطبيب يغلق ولكن باب الله لا يغلق ويمددكم بأموال وبني الإنسان الذي يريد البنين يريد الذرية يستغفر الله تعالى أذكر قضيتين قضية من التاريخ وقضية من الواقع المعاصر أما القضية التاريخية أحد الأفراد كانت عنده الدنيا دنيا عريضة كانت عنده ولكن ما كان عنده ذرية الإمام الباقر صلى الله عليه قال له إذا أردت إذا أردت الذرية فعليك بالاستغفار بهذه الطريقة إذا أصبحت وأمسيت سبعين مرة قل سبحان الله عشر مرات قل أستغفر الله تسع مرات قل سبحان الله مرة واحدة قل أستغفر الله يعني كم مرة تسعين مرة سبعين تسبيح عشر استغفار تسعة تسبيح واحد استغفار تسعين إذا أصبحت وأمسيت بهذه الطريقة يعني هذه الأرقام التي تفتح أبواب السماء بنفس الطريقة المذكورة هذا مثل أرقام التلفون واحد خلي يضيف رقم إضافي في وسط الرقم المطلوب ما يفتح الخط فتح الخط إلى الله تعالى له طريقة معينة بهذه الطريقة سبعين تسبيح عشر استغفار تسع تسبيح ويختم باستغفار واحد يقول بدأ الرجل بهذا الشيء الذي علمه الإمام وما مضت فترة إلا ورزقه الله ذرية كثيرة كثير أحد الرواة يقول أنا كانت لابنة عم أيضا ما كانت لها ذرية فعلمتها ذلك الله تعالي أعطاني ذرية وما علمتها أحدا إلا ورزقه الله الذرية الكثيرة هذه القضية مذكورة في نور الثقلين وأما القضية الأخرى في يوم الأيام كنا في البيت مع بعض الأخوة فجاء أحد المؤمنين وأتى بحلويات فقلت له شنو شأن هذه الحلويات قال في الواقع رزق لي مولود بعد ثمانية أعوام من الزواج من أعوام مضت ما رزق ذرية بعد هذه الأعوام الثمانية الله تعالي أعطاني ولدا قلت وزع هذه الحلويات على الحاضرين ووزعها ثم قلت له ماذا فعلت شنو كنت تعمل اللي حصلت هذه النتيجة فقال كنت أعمل بعض الأعمال كأنه شعرت ما يريد أمام الجماعة أن يجيب على هذا السؤال عندما أراد أن يخرج عند الباب قال أنا كنت أعمل عملين العمل الأول نافلة الليل والعمل الثاني كثرة الاستغفار صلاة الليل فيها آثار وكثرة الاستغفار أيضا فيها آثار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار هذا بحث البحث الثاني متعلق الاستغفار على أربعة أنواع النوع الأول الاستغفار من الذنوب إذا واحد عند ذن استغفر الله تعالى في حديث لطيف موجود في الكافي إن المؤمن ليذنب الذنب فيذكره بعد عشرين عاما المؤمن دائما يحاول أن لا يبقى في ذمته شيء فادمر واحد موت قضية الموت قضية جدية قضية حقيقية واحد يموت يروح ينتهي كم من الإخوة الذين كانوا الآن تحت الترى الذين نعهدهم أحد الإخوة كان رايح إلى بلاد الغرب كان يقول إحدى العوامل المهمة في إقبال الغربيين على الإسلام قضية الموت الموت قضية حقيقية وقضية جدية واحد بكرة ينتهي كيف يستقبل العالم الآخر بقية الأديان ما لهم جواب ولكن في الإسلام أكو جواب إحنا دان روح إلى العالم الآخر باطمينان وثقة هذا كلش مهم ما عدهم هذا وهذا من العوامل المهمة قضية الموت في إقبالهم على الإسلام المؤمن يذكره بعد عشرين عام عند فد قضاء من فد واحد مداين ما مطي ظالم زوجته ما مطي نفقد زوجته ضار بابنه إلى حد الإحمرار أو الإخضرار أو الإسودات يحاول أن يصف هذا شيء مهم هذه المرتبة الأولى المرتبة الأولى الاستغفار من الذنوب المرتبة الثانية الاستغفار من الرذاء للخلقية والمكروهات والمرجوحات هذه مرتبة ثانية هذه مرتبة الأولياء وأشباه الأولياء إذا يوم من الأيام ما قام لصلاة الصور بدون تعمل إذا متعمل ما قام هذا مذنب هذا عاصي هذا داخل في النوع الأول أما إذا ما قام مو مذنب ولكنه يستغفر الله تعالى من ذلك يتأثر الشيخ عباس القم رحمة الله عليه ينقلون في أحواله كان مقيد بنافلة الليل ساعة على الأقل قبل الفاجر كان يقوم ويؤدي النوافل والتهجد وكذا الله تعالى معبث جعل هذه البركة في مفاتيح الجناء هذا التأثير هذا الانتشار سفرا حضرا في الفصول الأربعة ابن يقول الشيخ علي يقول في يوم من الأيام دخلت على أبي فوجدته يبكي فقلت له ماذا بك يا أبا ليش تبكي قال في الواقع عن البارحة لم أستيقظ لصلاة الليل فقلت له يا أبا يمكن كان مسافر أو نايم متأخر أو ما أشبأ أو مريض كان فقلت له يا أبا هذا مستحب من المستحبات أنت لم ترتكب معصيتك لم ترتكب ذنبا فقال صحيح أنه هذا مو ذنب ولكن أنا أفكر في اليوم الماضي ماذا فعلت اللي سلب مني هذا التوفيق إذا واحد ما قام لصلاة الليل هذا معناه تم سوي شيء الله تعالى سلب منه ذلك التوفيق هذا ما عنده توفيق واحد ما عنده توفيق يعني شنو يعني الله تعالى لم يلطف به ألطافه الخاص ولو واحد يقول قبل الأذان بخمس دقائق ويصلي الشافع والواتر فقط ولو بهذا المقدار الاستغفار من الذنوب الاستغفار من الرذائل والمكروهات وفوات المندوبات والمرجوحات ثالثا هذه مرتبة رفيعا الاستغفار من الاشتغال الاختياري بغير الحق والمرتبة الرابعة الاستغفار من الاشتغال الاضطراري بغير الحق هذه مراتب الأولياء الكملين هذه الأشهر شهر الاستغفار وشهر العبادة وشهر التضرر وشهر الصيام أنا شايف بعض الشباب يصومون هذه الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان إذا واحد ما يتمكن القدر الممكن إذا واحد يصوم ثلاثة أيام في رجب يوم الخميس والجمعة والسبت لثيام خميس وجمعة وسبت الله سبحانه وتعالى يكتب له ثواب عبادة تسعمائة عام هذا الثواب العظيم فكيف إذا يصوم عشرة أيام فكيف إذا يصوم كل الشهر الإنسان يجب عليه أن لا يفوت هذه الفرص وأما المسألة الشرعية باعتبار أن هذه الأشهر أشهر الصيام المستحار نذكر بعض المسائل المتعلقة بالصيام المسألة الأولى أن وقت النية في الصيام المستحاب يمتد إلى قبيل المغرب إلى قبيل الغروب يعني إذا واحد لم يتناول طعاما الآن ما متناول طعام ولم يفطر الآن يريد ينوي الصيام المستحاب يتمكن من ذلك ويكتب له صيام هذا اليوم هذه مسألة المسألة الثانية إذا واحد عليه صيام واجب لا يستطيع أن يصوم الصيام المستحاب إذا واحد عليه قضاء أو نذر أو كفار أو ما أشبه ذلك لا يستطيع أن يصوم الصيام المستحاب إذا أراد أن يدرك هذا الثواب فماذا يفعل الجواب على ذلك ينوي الإثنين يعني إذا عند قضاء ويريد أن يصوم شهر رجب ينوي الإثنين أصوم قضاء وبنية شهر رجب إذا نوى هذه النية الله تعالى يكتب له الثوابين معا هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة إذا واحد صام صياما مستحبا ودعاه أخوه المؤمن إلى الإفطار حتى إذا كان قبيل الغروب يعني عشر دقائق باقي إلى الغروب ودعاه أخوه ما هو الأفضل له إحنا نصور أن الأفضل أن يصوم يتابع صوم لا الأفضل له أن يفطر إذا أفطر لاحظوا مدى اهتمام الإسلام بإجابة طلب المؤمن إذا أفطر وقال له إني صائم كلا أنا صائم ولكن لأنه أنت قلت أنا أفطر الله يكتب له ثواب صيام عشرة أيام إذا ما قال له إني صائم يعني قال لتفضل فأكل أو شرب بدون أن يقول شيئا ما قال لأني صائم في الرواية فيمن عليه كأنه بشائبة المن لا بمجرد ما قال لتفضل أقدم الله يكتب له بدل صيام يوم يكتب له ثواب صيام عام كامل بدل هذا اليوم المسألة الأخرى هل يجب أن تكون الدعوة على طعام يعني غداء أو عشاء الجواب الجواب كلا حتى إذا دعاه إلى تمرة كما ذكره بعض الفقهاء يعني جاب لتمرة وقال تفضل فالأدلة تشمل هذا الفرد أيضا ويستحب له أن يجي البحث الآخر بالي الزوجة إذا عزمت زوجها ظاهر الأدلة أنه لا فرق بين الأخ المؤمن والأخت المؤمنة فلا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة وإذا حبيت التفصيل راجعوا الفقه كتاب الصوم نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من هذا الفيض العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب بكل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالو مضاتي تنفقه لنفقه 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 ترجمة نانسي قنقر